أبو سالم من رأس الخيمة يقول بالنسبة للآيات القرآنية التي توضع في براويز وتعلق ما حكم ذلك أبو سالم بارك الله فيك بالنسبة للقرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق من الله بدأ وإليه يعود وهو صفة من صفات الله عز وجل وهو أعظم الكلام وأفضل الكلام وخير الكلام والقرآن إنما أنزل للعمل به ويقول جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب وهو يهدي للتي هي أقوم وأحزن وأفضل قال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم القرآن أنزله الله عز وجل وجعله دستورا خالدا باقيا إلى أن يشاء الله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون القرآن هدى وشفى ونور وخير وحياة و لذلك القرآن ما أنزل ليعلق على الجدران ولا أن تبروز آياته ولا أن يضع على الرفوف ولا أن يضع للتبرك فقط بعض الناس يضعه على طبلون السيارة و ليضعه على الجدار ما أنزل القرآن لهذا و لما نرجع إلى كلام العلماء نجدهم ينكرون هذا الأمر كيف تعلق آيات قرآنية مثلا القرآن ما تعلق ما يعمل بها خاصة و أن هذه الآيات قد يجلس الناس في مجلس علقت فيه آيات قرآنية و يحصل فيه من الغيبة و يحصل فيه من الكلام الذي يسقط الله عز وجل و هذا لا يليق بهذا المكان المجتمل على شيء من آيات الله و بعض المجالس قد يشرب فيها الدخان و الأرقيلة و الآيات على رؤوسهم هل هذا يليق بكلام الله عز وجل؟ و لذلك الأصل ما يعلق خاصة إذا صاحب ذلك اعتقاد على أن هذه تعويذة هذه مشكلة فالراجح من قول أهل العلم حرمت تعليق الحجب أو الآيات بقصد التعويذة بقصد يعني يجعلونها تعويذة مثل بعض الحجب هذا ما يجوز بارك الله في الجميع